مرحباً 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 اليوم سنبدأ نهارده معدنا مع انجلش والد تلت بداية الدرس التاسع ستريت شو سنبدأ اول كم معنا نهارده هي ماركت وهو السوق ماركت ماركت ستريت 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 يولاد وهو الشارع ستريت ستريت فلايم فلايم وهو اللهب اللي هو زي احنا شايفين كده اللهب النار فلايم فلايم فاير بلاور فاير بلاور وهو اللي بينفق في النار زي احنا شايفين كده اسمه فاير بلاور بابتير بابتير وهو الراجل اللي هو بيحرك الدمه محرك الدمه بيحرك الهرائس اسمه بابتير دراجل 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 وهو التنين زي احنا شايفين الصورة دراجل دراجل او العصايا ستك ستك زي كانت نيوورز الموجودة معنا النهاردة في يونت 9 تعرف ما باد الجرامر بيكلم عن ايه بيكلم عني كومباراتف وهي المقارنة ما بين شخصين او ما بين شيئين الفورم بتاعتها بتبقى الادجكتف بنحط لها er than زي ما اقول الاسد اقوى من المعزة وحطيني stronger er ناخد منه لو انا عندي الادجكتف بتنتهيب ايه بحطها لطول r زي nice nicer يعني الادجكتف الصفة لو تمتهيب ايه بحطها لطول r اوكي طيب لو بتنتهيب حرف ساكن وبعدين يدبح حرف فاول وبعدين حرف ساكن زي pick او fat بنعمل ضابل الحرف الساكن اخير اللي هو الجي او التي ونحط er bigger او fatter اوكي طيب لو الادجكتف بنتهيب واي بعمل remove للواي وبحط اي بقول er اوكي يعني لو الادجكتف بنتهيب واي بشيل الواي وبحط اي وبنزل ال er ده بنسبة ال comparative انه مقارنة مبين شخصين او شيئين نيجيب على ال comparative وهي المقارنة مبين شخص بمجموعة او شيء باشياء ودي قبل الادجكتف بنحط the والادجكتف بنحط في هيتها بقى مش er لا est زي tall tallest اوكي وهنا برضو لو الادجكتف بنتهيب اي بنحط لها est زي nice nicest اوه الشرح بالتفصيلي اللي القادة دي هتلاقو عندي في grammar last اللي هي comparative وصورباتها هتلاقوها بالتفصيلي بقى مثلة كثيرة جدا هتلاقو اللينك عندي في اول comments اوكي برضو هنا لو بنتهي بvowl بعدين constant اوه constant vowl constant بعمل double الحرف الاخير وبحط est ده كان الشرح النهاردة معنا اليونت 9 english word 3